أكدت مصر أنها ستظل على موقفها الراسخ فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرادهم جاء هذا خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير المفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة خارجية في الجلسة الفتاحية لأعمال الدورة 111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجمعة الدول العربية وقال الوزير المفوض كامل جلال إن مصر ستظل متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في أتون الحرب والدماء مشيرا إلى أن التاريخ والضمير الإنساني سوف يسجلان تدعيات تلك الحرب باعتبارها مأساة حقيقية عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحسار شعب وتدويعه وترويعه وتشريد أبنائه وسط مساعا لتنفيذ مخططات شريرة وتهييرهم قصريا من وطنهم واستطان أراضيهم في ظل عجز دولي عن فرض وتطبيق القانون الدولي اشتركوا في القناة